سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقة النهاردة بعنوان حقوق الإنسان والإسلام خليني أصلي أولا أن تكون الأفكار المقدمة في حلقة النهاردة مدعاة للتفكير والمعرفة والاختيارات الفردية والمجتمعية دايما كل واحد مننا عنده اختيار أنه يفهم ويغير حياته ويستوعب وينمي وعيه أكتر فأنا بصلي أن يكون النهاردة حلقات خليكم تفكروا في الحاجات اللي بتغير حياتك وبتغير مجتمعك وانت غير منتبه أنك ليك دور تغيرها قبل ما نبتدي نقاش الموضوع النهاردة خليني أفكركم بالحدث الهام اللي هنشاهده بكرة على قناة الحياة ده حيكون على كل منصات قناة الحياة على السوشيال ميديا ومباشرة أيضا على القناة فتقدروا تشاهدوه على صفحة المرأة المسلمة وصفحة قناة الحياة صفحة الدليل صفحة عبر الكتاب كل الصفحات دي هتكون مفتوحة وأيضا هيكون على اليوتيوب بشجعكم أنكم تشاركوا الحدث ده مع أصدقائكم الحدث ده بيعرض لأول مرة على قناة مسيحية عربية والكتاب بيقول كده كيف سيسمعون بلا شاهد وبلا كارز فبكرة هيكون معانا أربعة رجال مشاهير من مشاهير العالم المحبوبين والمعروفين جدا ليكم جميعا هيكونوا بيشاركوا معانا إزاي المسيح حولهم وحول حياتهم واجعلهم رجال أفضل خلينا نشوف العنوان وعايزة نبهكم أنه هيكون بكرة الساعة أربعة بتوقيت كاليفونيا والساعة سابعة بتوقيت نيويورك خلينا نشوف الأعلان مع بعض ترقبوا البث المباشر على قناة الحياة لحدث رجل أفضل في 18 سبتمبر 2021 ينضم إلينا الفائز بجائزة الأوسكار دينزل واشنطن أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا المغني الحائز على جائزة جرامي توبي ماك وفائز بجائزة دايتون 500 مايكل مندول وكذلك القس برنا حدث عالمي تعرف على ما يعني حقا أن تصبح رجلا أفضل ترقبوا هذا الحدث على قناتكم المفضلة قناة الحياة بصلني أن تكون الشهادات دي سبب بركة ليكم جميعا ولينا إحنا كمان إحنا حنسمع عن ما صنع المسيح في حياة هؤلاء خلينا نرجع بقى لحلقة النهار دا الأسبوع دا الحقيقة كان حافل بالأحداث والأحاديث وردود الأفعال والحوارات من أفغانستان وأمريكا لمصر أنا يمكن حركز على الثلاث بلاد دول النهار دا لكن الحقيقة الحديث والأحداث كانت كثيرة والناس كلها كانت بتتكلم عنها في العالم كله لكن أنا شايفة أن في بعض الروابط الهمة في الحداثة اللي حصلت الأسبوع دا وأنا عايزة يعني أقدمها لكم وأضعها أمامكم النهار دا للنقاش أولا الأسبوع دا كانت ذكرى أحداث 11 سبتمبر الشهيرة جدا اللي الحقيقة روعت الغرب وغيرت منظور الغرب للناس يعني المسلمين اللي عايشين معاهم وللعالم الإسلامي كله وللفكر الإسلامي كله كان مشهد إرهابي مرعب أظهرت أظهر يعني الصورة الحقيقية للإرهاب الإسلامي كل المنصات الإعلامية في العالم توقفت بصورة ما لتذكر هذا الحدث البشع بكل يعني ما مر أو ما مر العالم به في الوقت دا كل واحد بيتكلم عنه بطريقته لكن النتيجة أنه يعني الحدث دا ساب 3000 إنسان وتلات تلاف عائلة أهدر حقهم في الحياة ويعني دا اللي رجعنا للأصل في النهاية حياة الإنسان شكلها إزاي ودينك بيحولك لإنك تكون إنسان يبني أم إنسان يهدم العالم كله في 11 سبتمبر شاف صورة من التاريخ الإسلامي تتكرر وشافوا الهدم يعني واقعيا كده بالمباني اللي وقعت قدامهم دي ولكن هدم الأمان اللي كان ممكن يكونوا حسين ويعني معظم الأمريكان مثلا ما بيشوروش على حد يقولك دا إرهابي بيتحرجوا منهم يقولوا كده يتحرجوا إنهم يتكلموا في دين حد ولكن هذه الواقعة أعادتهم إلى ما كانوا يعرفوه عن التاريخ الإسلامي علشان يبقى فيه بقى مصدقية اللي انتوا عملتوه دا قد مصدقية لإرهابية الإسلام على التوازي بقى مع الزكرة الأليمة دي لازم بقى نبص نحط عنا كده على المشهد اللي يشبه التاريخ القديم واللي فكرنا بأحداث 11 سبتمبر الأحداث ما زالت بتتوالى في أفغانستان البلد اللي لحد الآن وعبر سنين طويلة يصارع لأن يكون بلد عايز يكون بلد مش عارف يبقى بلد ليه؟ لأنه مسيطر عليه الفكر الديني إلى درجة أنه البلد ليس لها الآن أي شكل من الأشكال الحياة الحضرية ومن العلامات اللي كانت هامة في الأسبوع اللي فات أن طلبان شكل حكومة يرأسها إرهابي مطلوب للعدالة على القائمة السوداء للأمم المتحدة حكومة كلها من داخل أعضاء النظام فقط ولا تشمل النساء طبعا يعني أكيد شوفوا أن حكومة تشكل من داخل أعضاء النظام ديني يعني ميليشيات كده يعني دينية ولا تنظر إلى أي حد من بقية المجتمع من الناس اللي بتفكر غيرهم من الناس اللي ممكن يكونوا مسلمين بس مش متطرفين مفيش أي تعدد في هذه المنظومة الحكومية أو اتساع للآخر كمان بقى حتة النساء دي إحنا الحياة ما تصدمناش ولا حاجة أنت قلتوا إحنا هنحكم حسب الشارع سألوهم هتحطوا ستات في الحكومة قالوا لهم هحرب أن نشوف كله حسب الشارع طبعا كل شيء الآن حسب الشارع زي ما عادونا والآن في أفغانستان لاختلاط في المدارس أو الجامعات وهذا إذا استمر التعليم للنساء ويمكن أيضا برضو اتشكل التعليم للرجال حيتغير لأن هؤلاء مهتمين أنه من الأفضل أنه هم يعلموا الناس التعليم الديني أولا الشارع أولا يعني من اللي أنا شايف أنه ممكن يحصل أن الناس هتعود بقى لكتاتيب الطلبان مرة أخرى علشان يخرجوا أعضاء جدد مبرمجين جاهزين يقدروا يستخدموها صورة أخرى في أفغانستان ألاف من الناس ما زالوا من الشعب ما زالوا بيحاولوا الهروب وآخرون موجودين على الأرض لسه موجودين على الأرض بيعترضوا على الحكومة ومنهم النساء على فكرة وبيحاولوا يواجهوا الحكومة الجديدة والنظام علشان كده في قتل في ضرب نار في تعذيب في ناس تطرق بيوتها في منتصف الليل أو في عز النهار بقى خلاص ما هم ممتلكين الأرض ويأخذوا ويجلدوا أو يحبسوا أو يقتلوا ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ليه الناس عايز تهرب؟ ليه ناس بتعترض؟ لأنهم عارفين أن الطالبان والحكم الإسلامي سيسلب كل حق من حقوقهم الإنسانية وحتى البسيط منها حتى أنك تقفل بابك على نفسك كده وتكون آمن يعني من أن حد يدخل عليك في أي وقت يتاهمك بأي حاجة أنت عملتها تكون خلفة الدين ما طولتش دقنك ما طولتش الجلبية ما أسرتش الجلبية ما لبستش البرقع اللي بيلبسوه ده أي حاجة أي حاجة خرجت من البيت من غير محرم البنت لسه ما تجاوزتش وبقى عندها 12 سنة كل الحقوق مفتوحة لصوت الدين من خلال هؤلاء وكل الحقوق الإنسانية مسلوبة من البسطة أو من العامة أو من الشعب جميعا ما فيش بيت حيكون آمن تحت حكم إمارة الطلبان الإسلامية فالنهاردة وإحنا بنبص لحقوق الإنسان في أفغانستان يا ترى شايفين إيه؟ الشرع فوق القانون والدستور ده إذا كان حيكون باقي هناك قانون أو دستور هل دي صورة مبالغ فيها؟ رأي الشخصي لا لأنها مثال لما يحدث عندما تمحى حقوق الإنسان في مقابل أحكام الشرع وعلو راية الإسلام والصراع مستمر لازم نفكر إن دي صورة حقيقية حد ياخد كده المواد الموجودة في إعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشوف كم من هذه المواد ممكن يتطفق مع صورة الحياة في أفغانستان أنا أعتقد ولا مادة ولا مادة امشوا عليها كده أنتو عندكو 30 مادة امشي عليها وطبق شوف هل ممكن واحدة فيهم يعني تستقيم وتقول آه دي ممكن تطبق في أفغانستان اليوم؟ لا ده مش ممكن يحصل لينا بتكلم على أفغانستان وحطتها كصورة واضحة لامتلاك الدين وتديين الدولة وسيطرة على الناس وانتهاج جميع حقوق الإنسان لأنها الصورة الحقيقية لما كانت عليه الحياة في أيام محمد واللي شفناه على مر العصور والغزوات وكل ده قولنا الكلام ده كتير بس أيضا النقطة المهمة إنها أيضا الصورة المقابلة لما يحدث في دول اليوم بتحاول إنها تتخطى العقبات الظلامية المزروعة جواها من سنين طويلة زي السعودية مثلا إنه السعودية تغير القوانين التشريعية الدينية مثلا للمرأة الستة تسافر ما تسافرش تخرج بمحرم ما تخرجش تسوق ما تسوقش تخرج بالبيت من غير إذن جزها بإذن جزها القوامة الكلام ده كله التغيير الذي حدث في السعودية هو تغيير حضاري ليس مستمد من التعليم الإسلامي سواء حطينا يعني سواء إنه كان فيه محاولات لإنهم يحطوا طب إحنا هناخد الأحاديث دي ومش هناخد الأحاديث دي ودستورنا هو القرآن الكل عارف إن الدستور لو إنت دستورك القرآن عندك مشاكل استحالة استحالة إنه تعطي الجميع حقه وإنت دستورك القرآن وفي المقابل أيضا دولة زي مصر دولة لعصور طويلة كان الدولة تحب الحضارة وتتحضر وتتعلم وتستنير ولكن زي ما قال الرئيس السيسي في آخر تسعين سنة كان فيه حد بينخر في عظام البلد وبينخر في الأفكار والتشويه الأفكار وإعادتها إلى فكرة الدين فالأسبوع ده كان فيه يعني أخبار من مصر الحقيقة إنه مش إحنا بس اللي توقفنا عندها لكن العالم كله توقف عند هذه الأخبار كان فيه نقاش مجتمعي صحي جدا مع رئيس مصر في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي اتجاه عند الرئيس الجمهورية والدولة دلوقتي بيقولوا إنه إحنا عايزين نعمل أكتر على إعمال حقوق الإنسان ويعني تحقيقها على الأرض في مصر أخبار كويسة وحاجة كويسة أنا هقدم لكم بعض ملامح هذا النقاش لأهميته في موضوع النهاردة وارتباط النقط اللي كانوا بيتكلموا بيها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولأنه كان مواجهة حقيقية مع أثر الإسلام المباشر في تردي حقوق الإنسان أينما كان أنا الأسبوع ده استمعت واشتركت في بعض الحوارات اللي بيتساءل فيها المفكرين عن الموضوع ده بالذات فكان فيه طرح كده سؤال افتراضي بيقولوا كده هل يمكن أن يكون الإسلام مصدر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأنا بصراحة يعني ضحكت فيعني لأنه السؤال ما تردش عليه غير بلقى طبعا استحالة فقلت طيب أنا هفتح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأشوف إيه المواد اللي ممكن أنها تتوافق وإيه المواد اللي ممكن تتوافق هقول لكم كده مبدئيا المادة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 27 المواد دي بالتحديد اللي أنا ذكرتها كلها هناك يعني ما يتنافى تماما مع فكرة إسلامية أو قانون إسلامي فيها تخيلوا بقى والبقين يخصوا بقى الدولة والقانون والمحاكمات وكده الإعلان يعني العالمي لحقوق الإنسان فيه 30 مادة في الميثاق ده معظمها بيتعارض تعارض مباشر مع التعليم الإسلام بصورة أو بأخرى فأنا حب أن أنا أعرض عليكم بعد هذه الصور ونربطها بالنقاش اللي دار في مصر الآن مثلا يعني حوار بعض الإعلاميين والسياسيين وبعض طرحهم وإزاي كانت ردود الرئيس وطرحه هو أيضا للقضايا الإشكالية الحقيقة أنه كان طرح واعي من الناحيتين ومهم جدا هنشوف ياريت نرجع نشوف الصور اللي فيها بعض تعليقات الرئيس السيسي يعني تعليقاته أثارت جدل ناس كتير جدا وأنا مش هتكلم على كل التعليقات اللي قالها بصراحة لأنه اتكلم حوالي 25 أو 30 دقيقة في حوار بينه وبين الناس أو رده على الحوار وتكلم كمان 20 دقيقة كان بيركز فيها على المشاكل الأساسية المسكة المجتمع قال كده محاولة فرد ثقافة معينة هو مصار ديكتاتوري الحقيقة أنه دي يعني كلمة رائعة لأنه الثقافة المعينة التي تفرد على المصريين اليوم هي الثقافة الإسلامية بكل أشكالها الحاجة التانية أنه قال لو حد قال لي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي حقبله وهقوله أنت حر لأن الأصل في الدين هو حرية المعتقد ولكن على مدار 90 سنة تم صبغ المجتمع بفكرة محددة ده كلام واضح وصريح وعلى فكرة الكلام ده أثار غضب الكثير من الشيوخ المسلمين لأنه كان فيه موجهة لواقع المشاكل الاجتماعية الموجودة أنه السلطة الدينية عايزة تفرد التشريع كما هو على الناس وتحدد يعني اتجاهات عقائدهم وهنا في النقطة دي كمان بيتكلم عن حرية الإنسان أنه أختار أنا أبقى مسلم أنا أبقى مسيحي أنا أسيب الإسلام أو أسيب المسيحية أو أبقى لا ديني أو أبقى ملحد على فكرة ده يؤثر أثر مباشر على حقوق الناس دي القانونية وأنا منهم ما أقدرش أخد ميراثي لأن الحكم في الميراث حكم إسلامي طب أنا عائلتي مثلا مش عايزة تعمل حكم إسلامي مثلا يعني أو يعني في التوريث لا ملناش الحق ده ما ينفعش لأن الورث لازم يتقسم حسب العقيدة مشاكل مشاكل كبيرة لكن المشاكل الأكبر أنه ينظر لهذا الإنسان على أنه اللي له فكر مختلف على أنه لا ينتمي للمجتمع لا يستحق كذا لا نجوزهم ولا نتجوز منهم يعني مشاكل كتير بتترتب على فكرة حرية العقيدة وقبول الآخر ومشكلة العقيدة الإسلامية مع الآخر ودي كانت من أهم النقاط اللي طرحت في موضوع حرية العقيدة وموضوع التسعين سنة الأدلاجة المستمرة وفرض سيطرة الدين حاجة تانية قالها من التعليقات المهمة برضو سأل سؤال واضح أنت ليه بتنزعج لما كمسلم أنك تشوف كنيسة أو معبد يهودي طبعا فيه اتجاه في الدولة المصرية دلوقتي أنهم يعيدوا ترميم الكنائس والمعابد اليهودية والحاجات الأثرية المرتبطة بالديانات دي لكن واقعيا احنا بنكلم قلوب ناس وأفكارهم اتربوا على أنهم يشوفوا الغير المختلف عنهم خارج إطار المجتمع بتاعهم فهل في ناس ما بتشوف المعهد اليهودي ما بتعودش تقول استغفر الله العظيم ولا يتفوا عليهم هل ما فيش ناس لحد النهاردة لما تشوف الأسيس في الشارع ممكن تستغفر وتقوله توب وتشتمه وتف عليه وتتطهده لا ده كان طول عمره في المجتمع المصري في السنين اللي فاتت ومازال لحد دلوقتي هناك اضطهاد هناك تفريق لازم نفكر في الموضوع ده هل يعني الفرد سيطرة الدين هل يقصد به التطرف أم محاولة تسييد الدين زي ما قال الأستاذ إبراهيم عيسى بيقول كده تديين الدولة لأنه الدولة لم تصبح تخضع تحت يعني الدولة لا تستطيع إنها واقعيا تنفذ القوانين الموجودة حتى القوانين اللي هما بيعدلوها عشان يصلحوا الأمور الموجودة واللي تكلم عنها الرئيس المصري في يعني من عدة اتجاهات قوانين الزواج والطلاء والختان والكلام ده كله الشعب مؤدلج لأنه يرتبط أكتر بالعرف الديني والتشريع الديني عن ما يلتزم بالقوانين محاولة تديين الدولة لأنك عندك يعني سلطة أساسية موجودة وهي مؤسسة موجودة اللي هي مؤسسة الأزهر الرئيس تكلم عن مؤسسة الأزهر وقال المؤسسة الدينية أنا مش قادر أفهم يعني المؤسسة الدينية يعني هل إحنا نقدر نقول مثلاً عن الكنيسة المصرية إنها مؤسسة دينية في الدولة لا طبعاً لأنه الكنيسة المصرية بكل أشكالها وبكل أطيافها هي مؤسسة روحية بتخدم الناس روحياً لكن ملهاش دعوة بقى بتغيير قوانين الدولة هما بيحاولوا يتكلموا في القوانين لما قوانين الإسلام بتضغع على حقوق المسيحيين لكن عندك المؤسسة الدينية في الدولة اللي هي الأظهر بيتدخل في القوانين والتشريعات فده أحد الأمور اللي بتوعيق تنفيذ القانون حتى بعد إصلاحه الرئيس تكلم عن الطلاق الشافعي يقول لهم أنا مكنتش حاجبر حد يعني أنا كان ممكن أنشف دماغي علشان نصلح موضوع الطلاق لحد النهاردة الطلاق الشافعي مازال جدال وحقوق النساء مازالت ضائعة ليه بقى؟ لأننا ما عندناش فهم أن القانون هو الحاجة الوحيدة في الدولة اللي ممكن تعطي الحق على سواء للجميع لما يكون القانون محكم لحل مشكلة هو وضع لذلك فيقدر يدي حق متساوي للجميع لكن إحنا ما نقدرش نخرج عن ما قاله الله وما قاله الرسول والحرام والحلال والكلام ده كله محدش بيقول لكم عملوا حاجة حرام يعني ما تعملش حاجة تخالف قلبك مع ربنا مثلا لكن لما تشوف أنك عندك تشريع خارب بيوت كتيرة وسايب ستات كتيرة لهم عارفين أن هم متطلقين ولا هم متجاوزين فتحط له قانون فيصبح القانون ده ضابط للأمور دي فيصلح الأسرة ويخف الهم على المحاكم موضوع الختان وتزويج الأطفال الحقيقة أنه ليس هناك سيطرة على موضوع الختان وتزويج الأطفال حتى وإنه هناك قوانين مغلزة يعني الفكرة اللي لازم توضح لنا أنه القوانين المغلزة في موضوع الختان أو تزويج الأطفال أو التحرش مثلا الحقيقة أنه فيه قانون الرئيس السيسي حتى قانون أغلص كتير في موضوع التحرش والدولة بتاخد بالها دلوقتي بالموضوع التحرش لكن يعني لما يكون التحرش بقى ده حاجة والغتان وتزويج الأطفال والحاجات اللي في التشريعات دي حاجة تاني لأنه فيه قوانين دينية شرعية إذا ما طلعتش بقى من بق الأظهر أنه يقول لهم لا بلاش الغتان محدش هيسمع الكلام فدائما تنفيذ القانون إذا اتنفذ على حد وحد لا ما يبقاش يعني ما يبقاش عدل لكن حين عندنا مؤسسة داخل الدولة تقاوم التعديلات اللي تقدر تصلح حياة المرأة والأسرة والمجتمع عموما خلينا نشوف الفيديو الأولاني علشان نشوف طرح الأستاذ إبراهيم عيسى في كم نقطة مهمة جدا تفضل أنا كنت أتمنى أن أشارك سيادة وزير العدل في التفاؤل الخاص به البيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنه ما تصورش أنه إحنا وصلنا للمرحلة النموذجية الخاصة باحترام عقائد الناس وبنتدخل في العقاد إحنا كمجتمع إحنا كقانون إنما ممكن تكون مؤسسات الدولة يعني مشعارها ومبدأها هذا الاحترام لكن حقيقة الأمر على الأرض وفي الواقع فيه تدخل شديد فيه تدخل حتى وتنمر على الزي وعلى اللبس فيه إحنا عندنا ما ظنيش أنه ده في حرية المعتقد أنه حد بيفطر في رمضان فيحسب ويعاقب دي حرية شخصية والصيام بينه بين ربنا أنا عايز بس يعني جهات الدولة تترك الدين للفرض مع ربنا الكام جملة اللي قالهم الأستاذ إبراهيم عيسى دي فيها كام نقطة إحنا بنعاني منها بسبب الدين ولكنها تخالف تماما حقوق المواد بتاعت حقوق الإنسان المادة الأولى بتقول كده إذا يوجد جميع الناس يولد جميع الناس أحرار متساويين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء هنتكلم عن المادة دي بالتحديد وإزاي بتخلف الإسلام بعدين المادة التانية بتقول لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع لا سيام التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثورة أو المولد أو يعني إلى آخره لا هناك تمييز داخل المنظومة الإسلامية بين المسيحي والمسلم فور شور يعني بين الزمي وبين الكافر بين الحر وبين العبد هناك تمييز فالتدخل الديني بقى في المعتقد أنت تلبس إيه؟ أنت تتكلم إزاي؟ أنت بتصلي ولما بتصليش؟ لما بتصليش؟ يعني حريتك الشخصية في الصلاة؟ لو ما صليتش أنت المفروض يقتلوك حرية العقيدة أنت عايزت تبقى مؤمن أو غير مؤمن؟ لأ ما ينفعش الإنسان مولود على الفطرة إيه الفطرة؟ يا حاج يقولك فطرة الإسلام وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لكن الأصل الإسلام فما فيش حاجة اسمها أنت مولود حر أنت مولود مسلم بس أبوك و أمك هم الغلطانين فيك لازم ترجع بقى للإسلام اللبس شكل الصيام في كل المحلات علشان المسلمين صايمين ما فيه ناس مش مسلمين وفيه ناس مش صايمين وفيه ناس مش عايزين يبقوا مسلمين ولا عايزين يبقوا صايمين لا القيود التي توضع على الحريات الإنسانية بتخلي الإنسان يبقى محدود الفكر ويعتقد أنه محدود الاختيار ويعتقد أنه يعني ليس لي خلاص إلا في أنه يطيع فقط لكن إحنا نقدر نقول لا أو نغير القوانين دي ما نقفلش المحلات لأن الإنسان الصايم صايم لربنا مش صايم علشان الناس كلها تمشي على إشر بيض عشان هو صايم يعني ما ينفعش الدول المتحضرة ما فيهاش كده ما حدش بيقفل محلات في الدول المتحضرة علشان خاطر قطاع من الناس صايم مش ممكن يعني يعني لكن ممكن يقدموا لك اختيارات مثلا انت ما بتكونش كذا نعمل لك كذا انت عندك حسين من كذا نشيله من الأكل لكن مش نقفل المحلات عشان الناس صايمة يعني يعني ده أولا بيورينا ضعف فكرة الصيام أساسا في الإسلام يعني فليه انتوا بقى عايزين تفرضوها علينا يعني الحقيقة الأستاذ إبراهيم عيسى قال كده في الأول أنا الحقيقة مش متفائل زيك انت بتتكلم على انه في دلوقتي تعديل ويا صحيح الدولة شعارها احترام الجميع لكن على أرض الواقع الأمر مختلف الحاجة عبارة في الأخذ كده تركوا الدين للفرد مع ربنا لأنه ده الواقع العلاقة الروحية بين الله والإنسان عايز يبقى بقى مسلم مسيحي يهودي زي ما هو عايز دي علاقة روحية بس في الإسلام ما نعرفش انها علاقة روحية لأنه ليس هناك وجود لمفهوم الروح وعلاقة بإله حقيقي دي حاجة يعني لازم نبتدي نفكر فيها كويس لو كل واحد ساب الدين لعلاقة الله بالإنسان مش هتبقى فيه كل المشاكل الاجتماعية اللي احنا شايفينها النهاردة قضية حبيبة مثلا والفستان في مواد حقوق الإنسان بيقولك انت تختار انت تلبس ايه انت تاكل ايه انت تعتقد ايه انت ليك الحرية في اختياراتك الشخصية انت شخصية كاملة فإنسان كامل من حقك تختار لكن في قضية حبيبة اللي يعني فضحوها وتنمروا عليها لأنها لبست فستان وقفوا الستات يتريقوا عليها ويتنمروا عليها المنقبة والمحجبة ازاي تبقى لابسة بالشكل ده وكأنها ما كنتش لابسة مثلا اللي حصل بقى انه الناس كلها اتكلمت في الموضوع لكن اللي حصل بعد كده ايه اللي يريك ثقافة المجتمع العميد الكلية اللي دخل واتكلم مع عمر أديب وقال له احنا هنحقق وازاي وده يحصل ومش عارف ايه هو نفسه اللي طلع درجاتها على صفحات الجرائد عشان يقولهم دي سقطة مش فالحة واحنا يعني مش عارفين انه الناس بتسقط ليه في الجامعات أحيانا وانه ده ممكن يحصل بالقصد أحيانا وعلى كل الأحوال ايه علاقة درجاتها بانهم تنمروا عليها عشان لبسة فستان بكمة وطويل وجميل وكل حاجة فين مسئوليتك لكن انت حتيجي ناحية الحفاظ على الشكل المجتمعي والدين والنهار ده بقى حصل ايه حصل صلح بقى بينهم زي اللي بنشوفه في الخنقات بين المسيحين والمسلمين بقى والجلسات العرفية عملوا جلسة عرفية في الجامعة وعملوا اتفاق بين الجميع ومعرفش بقى مين اعتذر لمين معرفش ايه ملبسات الحادث لكن شفنا صورة هي بتمضي بقى وهم قاعدين بتاخد صورة مع المدرسات يعني حقيقية انتهكوا حقها واهنوها امام المجتمع كله ليه دول ما تعقبوش؟ اصول ما قالوش حاجة غلط ده بالفاهم الديني والمجتمعي الستات دول ما قالوش حاجة غلط هي السافرة العريانة مش كده؟ نفكر خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده وفاجأ بانه دار الافتة بتطلع فتاوى عن سئلة الامتحانات عن الامور يعني وقعية ودنيوية تماما بنحاول لدخل الدين في كل شيء وهو هذا امر يعني يقود نائلة وكأنه محاولة تديين الدولة مش مدنية الدولة وده برضو من اللي حتى في مناهج التعليم يعني أنا في مناهج النصوص والقراءة الطلبة بيدرسوا آيات قرآنية وهو طالبوا بمحفظ أحاديث نبوية ده في مادة الدين إنما ليه في مادة القراءة وإذا كان في القراءة والنصوص بتدرس نصوص إسلامية طب فيه النصوص المسيحية فيه النصوص حتى اليهودية إذا كنا عايزين نعلم ولادنا فعلا احترام الآخر يعني الموضوع بتاع التعليم أنا عايزة أقف عن موضوع التعليم إحنا شايفين أن دار الافتة بتتدخل حتى في امتحانات الناس يعني أسئلة الامتحان مش أسئلة الامتحان يعني مش فاهمة إيه دخل ده بالافتاء الديني يعني مش فاهمة لحد دلوقتي مش قادرة أفهمه ولكن ده بيوريك إنه محاولات السيطرة على جميع أنحاء الحياة في البلد إذا قدروا يوصلوا إنهما يعملوا كده حيكون فيه تعامية عند الجميع الجميع حيبقى إيه أسمع وأطيع وخلاص ونستسلم للأمر ما هو ربنا بيقول إيه فكذا فنمشي وقره حتت بقى التعليم ومادة الدين وأين المساواة أولا ظهر يعني ظهر إنه حد واخد اسم مسيحي أو ممكن يكون معرفش بقى واحد بيقول لأستاذ إبراهيم عيسى إنه ليه بقى مادة الإسلام بيدرس في المدارس وليه الطلاب لازم يحفظوا القرآن والكلام ده كله مسيحي مسلم يعني أي حد موجود لازم يدرس المواد دي لأنه أصول اللغة العربية كلها في الإسلام طيب أنا أسأل حضرتك سؤالي في القرآن أسأل حضرتكم سؤالي يعني يفرق إيه القرآن عن الأشعار العربية القديمة والحديثة يفرق في إيه مش هي هي نفس القواعد هل اللغة العربية لا تدرس إلا بحفظ القرآن أنا حسب لكم حتة إنه القرآن في أخطاء يعني لغوية وفي حاجات مش عربي لكن المشكلة هنا إنك إنت اللي حطيت إطار التعليم إنه هنتعلم من خلال ده وده برضو من الأساليب اللي فيها برمجة للناس سؤال الأستاذ إبراهيم عيسى سؤال يعني الحقيقة مهم جدا ليه القرآن داخل في كل المواد العربي ما كفاية إنه يكون في مادة الدين ده ممكن لكن السؤال الأهم هو ليه الدولة ما بتحطش التعليم المسيحي واليهودي والأديان الأخرى والأفكار الأخرى كمواد مثلا فلسفية مثلا كمواد معرفية مثلا ليه؟ ليه بنخاف من ده؟ عايزة ديكم مثل في الغرب إزاي بيثقفوا أولادهم دينيا ومجتمعيا في الغرب في كل المدارس إذا كانت مدارس حكومية أو مدارس خاصة بيبقى فيه مادة عن مش الأديان الثقافات وما هي الأديان المدرس اللي بيبقى بيدرس ده مثلا لطلاب السنوي ما فيش حاجة اسمها يعني أنه يدي لك نص ديني ويقول لك أدي هما بيقولوا كده أو إحنا بنقول كده لا هي المسألة أنه المدرس اللي بيدرس ده هو نفسه بيدرس الأفكار الأساسية الحيادية اللي موجودة في الفكرة دي في الثقافة دي أو في الدين ده وبيقدمها للطلاب مع المقارنة بأفكار وأديان أخرى ويعني ثقافات أخرى علشان يقدروا يشوفوا الثقافة دي إيه اللي بيقودها الدين ده إيه اللي بيقوده الفكرة دي إيه اللي بيقودها وليك المسألة مش هنقبل بقى ورفض الدين المسألة أن أنا أفهم ثقافة مجتمعات فبيدرسوها زي ما الناس اللي بيعلموها بيعلموها فإذا كان هيتكلم عن الإسلام فبيعلمهم أركان الإسلام ويعني إيه أركان الإسلام وبيعلمهم محمد وبيعلمهم وبيقولهم رسالته كانت إيه وبيقولهم اعتراضات الناس عليها إيه والحاجات اللي تبدو إنها لطيفة فيها إيه وهكذا في المسيحية وهكذا الارتباط المسيحية باليهودية وهكذا في البوزية والهندوس يعني في ناس بتاخد وقت تدرس ده عشان تعلموا كفكرة عامة فالشاب والشابة يبقوا خارجين عندهم ثقافة أوسعة مش حكمة على هذا الدين أو هذه الفكرة فاللي جنبه صاحبه المسلم أو صاحبه المسيحي أو الهندوسي أو البوزي أو اللاديني يبقى بيبصلوا أو حتى الآثيست فدول ينظر لهم لأشخاصهم مش لأفكارهم الدينية فدي فكرة يجب ان احنا نفكر فيها علشان نوسع الفكر في المجتمع خلينا نشوف الصورة الفيديو اللي بعد كده ناسفا حتى وإحنا بنتكلم على خانة الديانة وسيدة الوزيرة بتكلم على البطاقات الجديدة أنا مش متصور إحنا خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر اتفرض سنة 56 أنا أعتقد وإحنا بنتكلم على الاستراتيجية واللجنة العليا الديامة حول الإنسان ونعمل استراتيجية أن احنا نبقي على خانة الديانة ما ليش دعوة أنا بدين المواطن خالص يوقف قصاد الخدمة العامة وقصاد موظف وقصاد الجهة الأمنية لا علاقتها للمسؤول بديانة من أمامه عشان يعرفها وما يعرفهاش القيم دي حالك بتقول لي إذا ينشر السقافة في المجتمع ننشرها كده بقرارات تبدو أحيانا قد تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية حتة خانة الديانة دي هي الحقيقة الحتة اللي أنا نفسي أقف أركز فيها شوية لأنه يعني خانة الديانة زي ما الأستاذ إبراهيم قال إنها كانت يعني مش دايما كانت موجودة ما كانش فيه التفريد هل ما كانش فيه وعي إنه هناك فرق بين المسلم والمسيحي وأثار ده على حياتهم وعلاقتهم لا كان موجود هل كانوا الناس كده بيطلعوا يتجوزوا وملهمش مثلا محدش يبقى عارف ده مسلم ولا ده مسيحي ويجي يطلب بنتك ما تبقاش عارف ده مسلم ولا مسيحي هل ما كنتش بتبقى عارف إن العيلة دي اللي أنا رايح أخطب منها مسلمين ولا مسيحيين متدينين ولا مش متدينين مثقفين ولا مش مثقفين يعني إزاي إنه النهاردة حصل شلل في يعني في وسط الناس لو إسمك مش مكتوب أو خانة الدين مش موجودة في البطاقة إحنا هنحتاس بقى مش هنعرف نقول ده مسيحي ولا ده مسلم والأثار بقى المترتبة على الكلام ده في إنه الشعب وهو بيقولك إنت واقف إيه مشكلة يعني الموظف الحكومي اللي مثلا رايح يعمله باسبور فليه لازم يشوف دينك يعني ليه طب افرد أنا ما ليش دين اللي بيحصل بقى إنه بنتهد المسيحين وهما وقفين في الطبور آه طبعا بنتريق عليهم وهما وقفين في الطبور آه طبعا بنعطل أعمالهم آه طبعا طب يعني معرفش هل الكلام ده تغير ولا لأ لكن أنا بقول يا رب يكون يتغير ويا رب يكون فيه وعي موجود النهاردة إنه متقدرش تتدخل في إيمان إنسان وتعامله على هذا الأساس وتنبذه على هذا الأساس الكليات البوليس والكليات الحربية وكليات الطب والتعامل مع الناس اللي من أديان أخرى علشان كده لما جي رئيس كلية الطب وقال أنا عايز خانة الدين ما تبقاش موجودة في الأوراق الرسمية للطلاب لإنه عارف إنه الطلاب والطالبات اللي بيقفوا قدام الأسادزة اللي بيمتحنوهم لما بيكون مسيحي بيطلعوا عينه لما بيكون مسيحي ما بيخلهوش يبقى أستاذ أمراض نسا منفعش عيب حرام يا سيدي ما تروحلوش بس سيبه يبقى اللي هو عايز يكونه وده برضو ضد حقوق الإنسان والمواد اللي في حقوق الإنسان بتقولك تختار انت تختار اللي انت عايز تدرسه واللي انت عايز تعيشه خلينا ناخد الأخ جرجس من أمريكا أهلا بيك أخ جرجس إزاي حالك أهلا يا أخت أماني ربنا يبركك وتحافظ عليك ويبركك وحشتنا خالص بأنك كتير مسمعناش صوتك إيش يا بيان تفضل أنا بس كتبت وقلت إن القرآن ده مش كتاب علمي ده مفروض كتاب لحزاية الناس وفي أخطاء علمية وجغرافية وتاريخية وحتى لغوية فلقيت واحد مسلم كتب لي طيب وريني خطأ علمي واحد في القرآن وأنا مستعدت على طول أعلن إن أنا أنضمن المسيحية وعن فرنصري طيب أنا أدي لك مثال واحد على سبيل ليس على سبيل الحص يعني حاجة بس تبير لك إن كلانك في قرآن كتب كتير وطيب لما يقرأني يقول إن السمس اللي هي أكبر بمليون وثلتمئة ألف فرم ده الفرم بتغيره يا عين حامق عين من الصين يا يا صح يا الله بقى وزيني وإعلن انضمامك المسيحية في التوعات هو صوتك بيقطع شوية أخي جرجس معلش مسمعتش الجملة الأخيرة صوتك بيقطع أنت فاتح التلفزيون وراك يا رتت فيه أنا أصطيت التلفزيون حقا أوكي طيب أيوة أقول ثاني أنت بس أقول الجملة الأخيرة لا لا أقول الجملة الأخيرة عشان أقول إذا كان الله لم يدبرنا أن إحنا نعبده نعم وأنتوا كإسلام عايزين بالقوة تدبروا النقص وليه ما تكونوش برتفتحيد على الآخرين أيوة فيعني إذا كان حتى القرآن اللي بيقولك طب ما أما الدول الثانية ما فيهاش الكلام بتاع القرآن ومتقدمه أما بيرالتوا ونفسهم ومسدقين يعني لما يعملوا يكشوا ويبتدوا ينكبشوا طيب إحنا إحنا شايفين أنه فيه أمل هو يا أخ جرجس أنا شايف أنه أنا بقول الأمل الأمل في الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمل في الرب يسوع طبعا لا بعد ربنا طبعا هو يعمل أن يغير الدولة دي إلى دولة مدنية إحنا سمعينه بيتكلم إحنا سمعينه بيتكلم لكن القوانين لازم تتغير وإحنا أهو بنمارس حقنا وبنقول إيه اللي لازم يتغير يعني إحنا نتكر ربنا أن فيه صوت بيتسمع دلوقتي صحيح صحيح صوت زي إبراهيم عيسى اللي صاحب العاصل الممتاز يقدر يتكلم إحنا بنقدر نكتب زمان ما كانش حتى لا ما تروح به طيب أنا عايزك بقى عايزك تسمع معايا بقى رد الوزير بقى وزير العدل رده على إبراهيم عيسى بقى إيه سمعت ومتخلف والناس ردت عليه طيب ماشا سمعتم الناس نفسها ردت عليه شكرا يا أخي جرجس وجرفتنا النهر ده ربنا يبرك سمعت مع السلام هرجع بس أكمل حاجة في نقطة البطاقة دي سريعة جدا أنا سمعت الأستاذة هيبة دربالة بتتكلم عن موضوع خنت الديانة في البطاقة وكده لكن قالت قصة يعني الحقيقة بهرتني جدا قالت أنا بقالي عشرين سنة بروح أجدد بطاقتي فيسألوني عايزة تغييري الصورة أقول لهم لا فيسيبوها وبتقول أنا بعمل كده بالقصد فيسيبوا الصورة فبتقول لك أنا شكلي في الصورة اللي في البطاقة ما لوش أي علاقة بشكلي دلوقتي عندها حق بس أنت يعني عملت بص لخنت الديانة ومصر أنها تكون موجودة وانت ما انتاش عارف أشكال الناس اللي موجودة عندك في البطاقات دي لأنه ما فيش نظام حقيقي يعني فيه ضوابط حقيقية تساعد الناس أن البطاقة دي تكون فعلا حاجة أنت بتعرف منها مين الشخص اللي قدامك شكله مش دينه إذا شكلها في البطاقة مختلف عن ما هي أنت ملك ومالدينها السؤال والحقيقة أنها قاعدة تحكي الفرق بقى بينها وبين المنقبات اللي وقفين اللي ترفض أنها ترفع النقاب عن وشها عشان يتأكدوا منها ولا عشان طب ليه يعني هل المهم أنك تحمي الشخصية القانونية للناس اللي عايشين في البلد ولا أنك تعرف هو دينه إيه إيه هميت ده ليه الست في البطاقة لازم يتحط اسمه جزهة والراجل في البطاقة ما يتحطش اسم امراته أو مراتاته ليه يعني حاجة لازم نفكر فيها ونقف عندها ويتعمل لها قوانين حقيقية تغير هذا الأمر ما حدش له علاقة بدين التاني ويعني الحياة أنه قال في الآخر الكلام ده حتى لو صدم البعض فلازم ناخد فيه موقف ونعمل فيه قرارات حقيقية مش قرارات سورية ما نقدرش ننفذها خلينا نشوف بقى رد وزير العدل وده اللي أنا مهتمة بيه جداً ويمشي على كل المصريين في الزواج في أمور الأحوال الشخصية وزيما سيادتك تعلم أن الدستور نفسه بيقول أن المسلمين لهم شريعتهم بتحكمهم في مساء الأحوال الشخصية وأيضاً المسيحيين وأيضاً اليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية يرجعوا لشريعتهم فلا هنا مضطر أن يبقى عندي إثبات رسمي أي مكان الشكل لكن المهم يبقى فيه إثبات رسمي للدياني لا يعني بصراحة الواحد انبهر من التعليق بتاعه تصور أن احنا ما كناش نعرف أن المسلمين عندهم حاجات غير المسيحيين وغير اليهود والكلام ده كله لا أولاً رد الوزير العدل بيقول أنه هو قرر أولاً أنه إحنا محتاجين خانة الدياني أنا مش غير خانة الدياني وأن دي قضية خاسرة من المؤسف جداً أنه يكون وزير العدل لا يثق في قوة القانون ولا يعلم أنه هناك دول كبرى في العالم يعني عندها قوانين عامة للجميع وعندها قوانين تحت هذه القوانين تعطي الحق للأفراد أنه هما يختاروا يتصرفوا في الأمور الخاصة إزاي ما حدش له دعوة سيادة الرئيس إحنا سمعنا كلامك ودعوتك للتغيير لكن يجب أنه يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب للأسف وزير العدل محدود التفكير في إطار دينه فكيف يغير منظومة يعني بأكملها بتحاول أنها تتخلص من سيطرة الدين وتعطي العدل والمساواة حسب الكلام الموجود في حقوق الإنسان نحن وقعنا على هذه الوثيقة لكن إلى اليوم إحنا لا نستطيع أننا نضمن ده لأنه المنظومة الدينية والشريعة الإسلامية تسيطر على الفكر بالكامل وعلى حياة الناس في دول غربية بعد تصريح زي ده كان حينعز يعزل هذا الوزير حالا فورا بعد المقابلة على طول القانون هو ما يضمن للناس حقوقها سؤال ماذا عن الملحد واللي ديني واللي ساب الإسلام واللي غير دينه واللي مش عارف هو فيلس لأنه قوانين الإسلام بتحط دول في كاتجوري مختلف خالص بتحطهم بر خالص يحرموا من كل شيء حتى حق الحياة هنا بنشوف إن سيطرة الفكر الإسلامي التمييزي بشكل واضح على فكر شخص زي الوزير ده التصريفات القانونية اللي ممكن يطلع بيها رجل قانون وصل إلى مرتبة وزير يرأس وزارة العدل اللي ممكن تعطي الحق للجميع بشكل متساوي وتكون مرتبطة بحرية الإنسان للاختيار وتكون مرتبطة بحقوق الإنسان لكن إحنا دايما مرتبطين بما يقوله الشرع المراس هنتحسب عليه فما تقدرش تمدي إيدك عليه لازم يبقى حسب الشرع لا يا أستاذ مش لازم يبقى حسب الشرع وهناك الكثير الكثيرين اللي مش عايزين يعني يقعوا تحت ده نفسهم يعملوا بطريقة ليه الإسلام بيتعارض مع حقوق الإنسان مفيش تساوي مفيش إخاء مفيش هوية شخصية للإنسان مفيش اختيارات إنسانية تحتمر من الصوت مفيش يعني اختيارات شخصية للإنسان تحترم حتى لو خلفك المسلم دائما واصي على كل ما نحاوله أنا بصلي إن الله الإله المحب العادل يلمس قلوبنا اليوم لنرى إنه التفريق بين الإنسان والإنسان دي بتضع عداوة وبتضع ألم في قلوب الناس المسيح لما إدى مثل الساميري الصالح الساميري الصالح اللي هو مرفوض من اليهود لما شاف اليهودي مضروب ومكسور أخده ودواه وصرف عليه وعفاه وأحبه مع إنه اليهودي لو ما عدي من جنبه يمشي من بعيد كده فورانا إنه الإنسان مع الإنسان يعني الإنسان مع أخوه الإنسان لازم ينظر للقلب مش للشكليات وما يقوله الدين وما تفرضه العقيدة لا المسيح قال أحب أخيك ما تحب اللي نفسك وقال إن إحنا حتى ما نكرهش العدو إذا كنا منتكلم عن الأخوة في الإنسانية فأنا حقول إن قوانين المسيح ترتفع كثيرا على حتى كل ما هو موجود في حقوق الإنسان المحبة للجميع أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر